السلام عليكم أعزائي الصف الخامس الإعدادي إن شاء الله اليوم راح نتناول موضوح ومهم في اللغة الإنجليزية هي الأمنيات ورغبات في الحاضر والمستقبل present, حاضر and future, مستقبل wishes معناها أمنيات أو رغبات هذه الأمنيات والرغبات شون نسويها قاعدة باللغة الإنجليزية فون عندنا الملاحظة الأولى to make wishes لتكوين الأمنيات أو الرغبات for the present للوقت الحاضر واضح for the present use استخدم wish الفعل wish معناها يتمنى أو يرغب وها تجي جملة بالماضي البسيط معناها أول الفاعل والفعل wish يكون بالمضارع والبعدها راح تكون الجملة بالماضي البسيط راح نأخذ مثال he wishes إنه شنو يتمنى he knew إنه لو عرف more people مزيداً من الناس in this town واضح؟ هو هسه دي يتمنى بالوقت الحاضر هذا الشيء على الشيء في الماضي شنو معناه he doesn't know money يعني هسه بالوقت الحاضر هو ما يعرف العديد من الناس مثال آخر شوف I wish ما أقل هنا نشوف هذا مضارع بسيط I wish هنا I والفعل مجرد هنا هي وضفنا للفعل ES للمنته بS H هو الفعل wish بس الجملة البعد هاش تكون بزمن الماضي البسيط واضح؟ مثلاً I wish أنا أتمنى I had more friends إن لو كان لدي شنو مزيداً من الأصدقاء شنو معناها الضمني I haven't money ليس لدي العديد من الأصدقاء زين مثال آخر هنا هم صيغة جمعة نستخدم we we all wish جميعنا نتمنى we شوف هاي جملة مضارع بسيط البعد الماضي بسيط we were richer لو كنا أغنى شنو معناها we aren't rich نهن لسنا أغنية نتمنى شي هو ما موجود يعني ما حاصل إنه بالوقت الحاضر زين I wish I could يعني شوف هنا I wish هاي مضارع بسيط I could ماضي بسيط speak يعني أتمنى لو إنني كنت أتكلم lots of languages المزيد أو الكثير من اللغات شنو معناها I can't speak هذا المعنى الضمني لا أستطيع any you're money أي لغة أو مني عديد من اللغات واضح زين هسا عدنا ملاحظة أخرى خاصة بالأمنيات والرغبات في الحاضر والمستقبل هذي للمستقبل to make wishes لتكوين الأمنيات والرغبات for the future زمن المستخدم شو نستخدم نستخدم wish وبعد هالجملة راح تكون بزمن المستقبل يلي يستخدمون وياه would could وفعل مجرد I wish شفائه نفس الصيغة المضارع البسيط بس البعد تكون الجملة بالمستقبل زين I wish مش طبعا هذا مو future simple واضح future simple واضح واضح هذا المستقبل قبل كان يسموه مستقبل ماضي واضح زين بس هي هنا مالها دعوة بالمستقبل الماضي هاي عبارة دول على المستقبل I wish it would get cooler cooler معناها ألطف أبرد يعني اتنامنا انها لو تصبح شنو أبرد ألطف but it won't هذا معناها الضمني يعني it will not شنو get cooler لن تصبح أبرد يمكن يعني يكو فد نواة جوية انه الجو راح يبقى احتمال حار يعني هذا الشي مستحيل أن يصير هاي أمنية نقول للمستقبل زين المثال الآخر سلطان wishes سلطان يتمنى his brother would help him أن أخوه يساعده بس شنو هذا أخو ما راح يساعده يمكن يعرف بي عدة أنانية مثلا شنو كاتب لك المعنى الضمني but he won't يعني المعنى شنو he will not help him لن يساعده فشن استخدم هسا قلنا الجملة هاي الب البداية مضارع بسيط البعد هتكون مستقبل اللي راح تتكون من فاعل would and could وفعل مجرد واضح هسا his brother هذا الفاعل would هنانا والهل فعل مجرد الجملة القابلها the it فاعل would هنانا شنو الفعل المساعد وال get الفعل المجرد تداعاتكم السؤال خصوص هذا الموضوع اعترفك أسئلة وإن شاء الله احنا راح ناخد تطبيقات أكثر بس نكمل القواعد ما للثلاث وحدات اللي هي unit 5 unit 6 and unit 7 بعدها راح نطي قائمة شون يجينا بالامتحان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وباركاته